يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الثامنة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلقا بائنا لا رجعت فيك إن كنت راغبا في إمامك إنهما صناعتان صناعة البتريين صناعة شيطانية بامتياز عنوان المصنع الحوزة الطوسية البترية المشؤومة اللعينة في النجف وكربلاء والتي أسسها الطوسي المشؤوم سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة ولزال هذا المصنع مستمرا في إنتاجه إلى هذه اللحظة قلت إنهما صناعتان هذه الصناعة الخائبة الأولى أما الصناعة النافعة الرائقة الفائقة إنها الصناعة المهدوية للزهرائيين صناعة الزهرائيين الزهرائيون في مواجهة البتريين الزهرائيون هم أنصار إمام زماننا والبتريون والبتريون هم أصحاب العمائم الكبيرة العباسية الإبليسية في النجف وكربلاء والذين سيخرجون بقضهم وقضيضهم لحرب إمام زماننا وشعارهم اللعين يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا بك في الحلقة الماضية جعلت حديثي عن صناعة الزهرائيين في شاشات متعددة عرضت بين أيديكم الشاشة الأولى والثانية والثالثة في كل شاشة هناك مجموعة من اللقطات والصور وتمنيت عليكم أن تتابعوا الإعادة ليس في حلقتي يومي أمس فقط وإنما في كل الحلقات هذه الموضوعات موضوعات مهمة جدا وتحتاج إلى إمعان في النظر وإلى مباحثة حتى لو كانت فيما بين الإنسان ونفسه المطالب كثيرة والمسائل متفرعة إنها ثقافة الكتاب والعترة لن تجدوها دائما حاولوا أن تغتنموا هذه الأيام وهذه الليالي في شهر رمضان كي تنتفعوا من هذا الذي فاضت به شفاه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عرضت في الشاشات المتقدمة ما هو واضح جدا من أن الإمام موجود بيننا نحن لا نبصره بأعيننا وإلا فهو موجود بيننا الإمام يكره واقعنا الإمام يكره ما نحن عليه إنه المنهج البتري الضال ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مثل ما جاء في الرسالة المهدوية إلى المفيد إنها الرسالة الأولى التي وصلت سنة أربعمية وعشر للهجرة ومعرفتنا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الإمام موجود والطريق إليه مفتوح طريق آمن لكن الذي حدث في واقعنا الشيعي أننا أعرضنا عن هذا الطريق وذهبنا في طريق مشؤوم آخر إنه طريق مراجع حوزة النجف وكربلا طريق الضلال الذي فتحه لنا ذلك الطوسي المشؤوم والذي نلقبه بشيخ الطائفة فأسس لنا طائفة عباسية مشؤومة ضالة مرجئية بترية قارنوا بين ثقافة الكتاب والعترة التي تعرض عبر هذه الشاجة وبينما يعرض عليكم عبر الشاشات الطوسية البترية وعبر المنابر الطوسية البترية قارنوا وستعرفون الحقيقة ولكن عليكم أن تقارنوا وفقا لعقولكم التي يجب أن تحترموها قبل أن تستعملوها سأستمر في هذه الحلقة في عرض ما بقي من الشاشات وأتمنى أن تجمع بين نتائج الصور التي تعرض في هذه الشاشات أن تجمع بينها جميعا كي تصلوا إلى النتيجة الواضحة بأنفسكم دون الاعتماد على شخص أو على أي شيء أقوله دعوني جانبا لست مهما المهم والأهم ما يبينه لنا القرآن المحمدي العلوي المفسر بتفسيرهم وما جاء في أحاديثهم الطاهرة المطهرة المفهمة بتفهيمهم هذا هو المنبع الأصيل لثقافة العترة الطاهرة وإلا فإنكم ستدخلون في كنيف وتخرجون منه إلى كنيف آخر أنني أتحدث عن كنيف الحوزة الطوسية البترية ستنقلكم من كنيف إلى كنيف ومن حفرة ضلال إلى حفرة أخرى يكون الضلال فيها أشد الشاشة الرابعة في نفس الاتجاه الذي تحدثت عنه الشاشات المتقدمة الذكر في الحلقة الماضية المذاق هو هو المذاق الزهرائي المهدوي الأصيل إذن نفتح الشاشة الرابعة كي ندقق النظر في الصور التي ستعرض فيها الصورة الأولى إنني أقرأ عليكم من عيون أخبار الرضا إنه إمامنا الثامن وولينا الضامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليه ها هو الجزء الأول إنها طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران والكتاب معروف للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة هذا الحديث هو الحديث الثالث والستون من الباب الثامن والعشرين والذي يبدأ أعني الباب الثامن والعشرين يبدأ في صفحة ثلاثمية وخمس وسبعين الحديث الثالث والستون يبدأ في صفحة أربعمية واحد وعشرين بسندي الصدوق عن إبراهيم ابن أبي محمود عن إمامنا الرضا أقرأ ما جاء في هذا الحديث الطويل مما ذكر في صفحة أربعمية وثلاثة وعشرين إمامنا الرضا يقول لإبراهيم ابن أبي محمود يبن أبي محمود انتبهوا لهذه الكلمات هذا القانون الذي سيذكره إمامنا الرضا لا يختلف في حال من الأحوال ولا يتخلف في آن من الآنات هذا قانون الولاية والعهود والعقود مع محمد وآل وآل محمد يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا مثل ما جاء في الرسالة المهدوية التي وجهها إمامنا إلى الشيعة عبر ميرزمهد الإصفهاني طلب المعارف طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا فإنه من لزمنا لزمناه فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقنا المفارقة الأخطر هي مفارقة العقول مفارقة القلوب ما هي بمفارقة الأجساد مفارقة مفارقة مذمومة أيضا لكن مفارقة الأجساد فرع وما هي بأصل الأصل مفارقة العقول مفارقة القلوب لو لم تكن العقول مفارقة ولو لم تكن القلوب مفارقة لما فارقت الأجساد وحتى لو فارقت الأجساد لضرورة لسبب من الأسباب لعذر من الأعذار والعقول معهم والقلوب معهم فليس هناك من مفارقة على أرض الواقع لأن المفارقة هذه مفارقة عرضية لعارض من العوارض لسبب مؤقت من الأسباب تحققت المفارقة الجسدية المفارقة الخطيرة مفارقة العقول حين تفارق عقولنا طريقهم وحين تفارق قلوبنا طريقهم ذلك هو الضلال المضل بعينه يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقنا هذا القانون يجمع كل المضامين التي مرت في الشاشات الثلاثة المتقدمة جماع الحقيقة هنا فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان من دين العترة فإن الإيمان لا يوجد في غير دين العترة الناس يسمونه إيمانا لا شأن لنا بهم أكانوا على إيمان سقيفة بني ساعد أم كانوا على إيمان سقيفة بني طوس يحلو لهم أن يسموا ذلك إيمانا العترة الطاهرة تجعل الإيمان منحصرا فقط في هذا القانون من لزمنا لزمناه هنا الإيمان ومن فارقنا فارقنا هنا الكفر وهنا الشرك وهنا الضلال وهنا كل قبيح إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصات هذه نوات ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه أن يقول للحصات هذه نوات بخلاف طريقة العترة الطاهرة هي حصات بحسب منهج العترة الطاهرة يقول لها نوات مثل ما يفعل مراجع النجف وكربلا هي ظنون لا قيمة لها يقولون عنها من أنها حجة علم الكلام ضلال بحسب العترة الطاهرة يقولون عنه بأنه مصدر الهداية في عقائده العترة تفسر قرآنها وأحاديثهم موجودة صلوات الله عليهم في مجامع الأحاديث التفسيرية عندنا مراجع النجف وكربلا الطوسيون البتريون ماذا يقولون يقولون بأن الأحاديث هذه ضعيفة لذا يعرضون عنها إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصات هذه نوات هي حصات عند العترة الطاهرة لماذا تقولون عنها نوات لأن نواصب سقيفة بني ساعد يقولون عنها نوات إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصات هذه نوات ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه الرواية واضحة ولا تحتاج إلى شرح كثير إذا لزمنا إمام زماننا فإنه سينفذ هذا القانون فإنه من لزمنا لزمنا إذا ما تمسكنا بإمام زماننا فإنه سيتمسك بنا إذا ما وجهنا أنظار عقولنا وقلوبنا إليه نطلب حقيقة ديننا فإنه لن يتأخر عنا ولكننا ماذا صنعنا بسبب أولئك الأوباش الأنذال السفهلة الذين يقولون عن أنفسهم بأنهم نواب صاحب الزمان أخذونا في طريق بعيد في متاهة وضلالة وهذه المتاهة تتضاعف يوما بعد يوم مثلما أخبرنا أمير المؤمنين من أن نتيهن في زمان الغيبة الطويلة سيكون أضعاف تيهب إسرائيل وهذا هو الواقع الذي نعيشه لقطة أخرى ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إنه الكتاب المتوفر في بيوتكم هذه الجملة التي دائما أرددها وأنتم أيضا تقرؤونها في دعاء الندبة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء نحن نحن نناجي إمام زماننا هو وجه الله بين أظهرنا وهذه كلماتهم من أنهم وجه الله بين أظهرنا هذا الكلام ما هو من نسجي وتأليفي هذه كلماتهم ورواياتهم وأحاديثهم في الكاف الشريف وغيره هم وجه الله بين أظهرنا ونحن نخاطبه صلوات الله وسلامه عليه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء حينما يتوجه الأولياء وهم الزهرائيون المخلصون لسنا نحن الذين مر وصفهم ونعتهم فيما قرأته عليكم من الدعاء الرضوي والذي نقلته لكم من جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع من كتب الأدعية المعروفة لابن طاووس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هؤلاء الأولياء الأوفياء المخلصون الزهرائيون المهدويون حينما يتوجهون إلى إمامهم إلى وجه الله ماذا ستكون النتيجة أنه يتوجه إليهم اذكروني أذكركم هذا هو القانون حينما نفي بعهودنا لله فإنه سيفي بعهوده معنا هذا هو القانون اذكروني أذكركم إذا ما توجه الأولياء إلى إمامهم فإنه سيتوجه إليهم وحينئذ سيصل إليهم الفيض إن كان بنحو جلي أو كان بنحو خفي سيصل الفيض إليهم وأول الفيض علمهم صلوات الله عليه لأن الحاجة الأولى للزهرائيين ترتبط بعلم الدين ومعارف الدين وحقائق الدين وعقائد الدين والمصدر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هل تضحكون على أنفسكم حينما تخاطبون إمام زمانكم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ولا تعتقدون بأنه يتوجه إليكم إذا كنتم من الأولياء إذا كنا من الأولياء إذا كنا من الزهرائيين حقيقة لا كما ألقلق أنا ويلقلق أمثالي بهذه العناوين وبهذه المقامات وهذه الأوصاف ماذا نقرأ في اللقطة الثالثة من لقطات الشاشة الرابعة ماذا نقرأ في الكاف الشريف إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة التاسعة والتسعين بعد المئة في الباب الذي عنوانه أن الأرض لا تخلو من حجة إنه الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن العرض لا تخلو إلا وفيها إمام لا بد من إمام وهذا المضمون مر علينا أيضا بنحو من التفصيل في الأحاديث التي تلوتها عليكم في الشاشة الأولى في الحلقة الماضية لكنه جاء هنا مقتضبا وواضحا جدا مضمونه يتعاضد مع اللقطتين المتقدمتين في هذه الشاشة إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه له هذا هو قانون الولاية حينما نتوجه إليه يتوجه إلينا فإذا كان من زيادة في ديننا سيردنا عنها وإن كان من نقص في ديننا سيكمله لنا هذا هو معنى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء فهل نحن كذلك دعاء الندبة ضعيف السند بحسب قذارات مراجعكم في النجة قفوا طويلا عند هذا الكلام إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام قفوا طويلا عند هذا الكلام هناك فسحة لدينا الآن ونحن نعيش في الدنيا إذا ما فارقنا هذه الدنيا فليس هناك من فسحة ليس هناك من فسحة حتى للندم ولا تحين مندم إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم هذا هو معنى أن الإمام وجه الله ونحن نتوجه إليه إذا توجهنا إليه بصدق سيتوجه إلينا بصدق سيخلصنا من الزيادة ومن النقيصة هذه الشاشة الرابعة قد تم الحديث فيها فاجمعوا النتيجة التي وصلتم إليها مع النتائج المتقدمة من الشاشات السابقة نذهب إلى فاصل ومن الشاشة الرابعة سأنتقل بكم إلى الشاشة الخامسة تطبيق عملي للمضامين التي مرت في الشاشة الرابعة والتي قبلها فيما يرتبط بعامة الشيعة بغير المتخصصين إنها رواية التقليد الرواية المعروفة التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهم تفسير إمامنا الحسن العسكري طبعة ذو القربة الطبعة الأولى قم المقدسة الرواية طويلة وحدثتكم عنها كثيرا موطن الحاجة هنا في صفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين إنه الحديث المرقم بالرقم الثالث والأربعين بعد المائة إمامنا الصادق بعد أن يتحدث عن مراجع السوء عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة بعد أن يصفهم بأنهم أضروا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه بعد أن يصفهم بأنهم كذابون بأنهم ناصبون بأنهم مشبهون بأنهم بأنهم للعطرة موالون ولأعدائهم معادون بعد أن يصفهم بكل تلك الأوصاف يقول إمامنا الصادق يتحدث عن عامة الشيعة ممن لا يتبع هؤلاء المراجع الأنذال الذين سيصفهم الإمام بأنهم ملبسون كافرون وسيلعنهم الإمام الصادق في الرواية نفسها فيقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا جرم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه يريد أن يسير في الطريق المهدوي المفتوح بعيدا عن طريق الضلالة البتري لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي الأعلى الطوسي البتري النجفي الكربلائي وهذا الملبس الكافر بحسب ما وصفه إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقيض له فقيها مؤمنا راوية حديث مؤمنا ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب من أين يأتي هذا الصواب من العلم المهدوي لا من الظنون الطوسية الشافعية المعتزلية ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على ذلك المرجعي الناصبي الملبس الكافر ويجمع على من أضله لحن الدنيا وعذاب الآخرة هذا ما يرتبط بعوام الشيعة إذا أخلصوا وكانوا يبحثون بصدق عن إمام زمانهم وتوجهوا إليه إذا توجهوا إلى إمام زمانهم فإنه سيتوجه إليهم وعينما يتوجه إليهم سيقيض لهم فقيها مؤمنا يقف بهم على الصواب كيف أدرك هذا الفقيه المؤمن الصواب بلطف إمام زمانه رجال الكش وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة الفين واربع ميلادي طهران إيران الحديث الثاني واضح هذا الحديث ومرارا وكرارا قرأته عليكم في برامج السابقة عن إمامنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا الشيعة القريبون منهم هم رواة حديثهم أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنه ومع ذلك فهم لا يعدون جميع رواة الحديث من الفقهاء يحبونهم قريبون منهم لكنهم لا يعدونهم من الفقهاء فإنا لا نعد الفقيه منهم من رواة الحديث فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا المحدث صفة من صفات الأنبياء والأوصياء أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما من أين يأتي هذا التفهيم يأتي هذا التفهيم من إمام زماننا مثل ما جاء التقييد لعوام الشيعة من إمام زماننا قيض لهم فقيها مؤمنا وهذا الفقيه المؤمن يقف بهم على الصواب لا بد أن يكون محدثا لا أن يصدر الفتاوى بحسب الاحتياط الوجوبي الاحتياط الاستحبابي كما يفعل السيستاني وغيره من المراجع الآخرين وبعد ذلك يفتي لكم السيستاني بأن الأعلم من بعده هو إسحاق الفياط هذا البتري المرجئي الذي لا يفقه شيئا من معرفة إمام زمانه وسأحدثكم عنه وحدثتكم عنه سابقا هذا لا هو بفق ولا هذه بفتاوى هذا كله هراء يتعارض بشكل كامل مع منطق العترة الطاهرة فإذا كان التفهيم يصل إلى هؤلاء لماذا يصدرون الفتاوى وفقا للاحتياط الوجوبي وللاحتياط الاستحبابي ويجيزون لأتباعهم أن يقلدوا غيرهم في هذه المسألة ومن بتري إلى بتري وهكذا ضحك على الشيعة ليس في زماننا هذا منذ زمن الطوسي منذ أن تأسست الحوزة اللعينة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى يومنا هذا هذه أحاديث العترة الطاهرة طبقوها على الواقع لا شأن لكم بي وبما أعتقد وبما أفهم فإنا لا نعد الفقيه منهم من رواة الحديث فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال قال يكون مفهما والمفهم محدث في المصدر نفسه إذا ما ذهبنا إلى الحديث الرابع والثلاثين حيث يحدثنا إمامنا الصادق عن سلمان المحمدي إنه أعلم الأم أعلم الشيعة هذا هو الذي نعتقده في سلمان إنه أعلم الشيعة هذا هو الأعلم وليس أولئك الحثالة الذين يضحكون عليكم بأنهم الأعلم في النجف وكربلاء سلمان هو الأعلم ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بخصوص سلمان سلمان كان محدثا وهذا واضح في أحاديث العترة الطاهرة إمامنا الصادق ماذا يقول عن سلمان يقول إنه كان محدثا عن إمامه عن أمير المؤمنين لا يجوز به لأنه لا يحدث عن الله عز وجل إلا الحج نحن ما عندنا من طريق إلى الله طريقنا إلى الله هو الإمام المعصوم هو وجه الله منظومة متسقة تمام الاتساق إذا ما جمعتم بين الأدعية والزيارات والأحاديث والروايات والسور والآيات منظومة متكاملة هذا هو دين الحضارة هذا هو دين المدنية وليس كدين الأعراب والبدو الذي هو دين سقيفة بني ساعدة وتبعه بعد ذلك دين سقيفة بني طوسي هذا هو دين الحضارة ودين المنطق السليم ودين الحكمة الواضحة إنه كان محدثا عن إمامه لا يجوز به لا يجوز به يعني لا يستطيع أن يتجاوزه لأنه لا يمتلك طريقا إلى الله الذي يمتلك الطريق إلى الله هو المعصوم فقط ولذا في الزيارة الجامعة الكبيرة نخاطبهم ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله من هنا فإن عصمتهم هي عصمة الله منظومة عقائدية متكاملة من جميع جهاتها وفي كل اتجاهاتها فسلمان كان محدثا إمامنا صادق يقول كان محدثا عن إمامه لا يجوز به لا يستطيع أن يتجاوزه لأنه لا يمتلك طريقا أساسا لأنه لا يحدث عن الله عز وجل إلا الحج إلا الإمام المعصوم فهذا الفقيه المحدث المفهم إنما تفهيمه يأتي من جهة إمامه دققوا النظر في هذه الكلمات يا معاشر الشيعة لستم بشيعة للعترة إنكم شيعة الطوسيين أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا رواة الحديث هم القريبون من العترة الطاهرة لكنهم لا يكونوا فقهاء إلا بهذا الشرط فإن لا نعد الفقيه منهم من رواة الحديث فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث كحال سلمان كان محدثا عن إمامه لا يجوز به ألا تلاحظون ألا تلاحظون أن الأحاديث تلتقي في نقطة واحدة فهذا تسديد الإمام للفقيه المفهم وهذا تسديد الإمام لعوام الشيعة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر هذا هو الواقع الذي أراده لنا أئمتنا ولكننا ذهبنا في اتجاه بعيد عنهم بسبب هؤلاء السفلة الذين يقال لهم آيات الله العظمى قارنوا بين هذا المنهج الذي ما هو من صنعه إنها كلماتهم وأحاديثهم وحقائق ثقافتهم قارنوا بين هذا المنهج وبين الضلال المخروم الذي أنتم عليه وماذا نقرأ في وصيتي رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذار إنني أقرأ عليكم من الجزء الرابع والسبعين من بحار الأنوار للمجلس وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذار وصية معروفة مشهورة وهي طويلة مفصلة إنني أقرأ عليكم من الصفحة الثمانين مما جاء في هذه الوصية الشريفة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذار يا أبا ذار يا أبا ذار إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا ماذا يفعل به فقهه في الدين الله هو الذي يفقهه الله هو الذي يفقهه ونحن ما عندنا من طريق إلى الله الطريق إلى الله إمام زماننا إمام زماننا هو الذي يفقه هذا العبد يا أبا ذار إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه فأين هذه الحكمة عند مهاجع النجا وأين هذه الألسنة التي تنطق بهذه الحكمة فهم ما بين أخرس أصم أبكم كالجدار يصيبه العي في كل حال من أحواله وما بين مهذار مضحكة إذا ما نطق بالكلام ضحك عليه الآخرون الوهابيون يضحكون على مراجعكم في النجاف يضحكون على منطقهم وعلى ما يقولون والوهابيون محقون في ذلك هذا هو الواقع في الحوزة الطوسية في النجاف وكربلاء بتعبيرنا الشعبي العراقي ما ينطلع بيهم كسرت وجه كسرت وجه ما ينطلع بيهم فأين هذه الحكمة إذا كانوا من أهل الحكمة وأين هذه الألسنة التي تنطق بهذه الحكمة نحن ما سمعنا إلا الهراء وإلا الضلال وإلا الحديثة الذي يجعلهم مسخرة للجميع للجميع شباب الشيعة إذا أرادوا أن يسخروا وأن يضحكوا فإنهم يسخرون بأصحاب العمائم ويضحكون عليهم يا أبا ذر إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين فهمه وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا هذا يعني أن الزهد الذي يدعيه مراجعكم ما هو بزهد هذه وسائل عمل للضحك على ذقونكم مثل ما يفعل البعض الآن ممن يعد نفسه للمرجعية بعد السيستاني يجمعون له الفقراء من الشارع ومن بعض البيوت كي يظهر اهتمامه بالفقراء ويصورون ذلك ويعرض على الانترنت إنها ألاعيب الذين يرشحون أنفسهم للانتخابات إنها ألاعيب الحكام من رؤساء الدول العربية والإسلامية الألاعيب هي الألاعيب والمسخرة هي المسخرة يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه فأين هؤلاء في النجف الذين يظهرون الزهد أين حكمتهم وأين ألسنتهم الناطقة بالحكمة أين هؤلاء هذا الزهد الذي يظهرونه لكم هذا كذب وخداع يضحكون على ذخون ويضحكون ولكنكم مضحكة تستحقون ذلك تبصروا في هذه الكلمات يا أبا ذار إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين ليس هو الذي يفقه نفسه التثقيه يأتي من جهة أخرى من إمام زمانه فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه مثل ما مر علينا محدثا عن إمامه لا يجوز به حينما أخبرنا إمامنا الصادق عن سلمان المحمدي يا أبا ذار ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها ونحن ننظر إلى السستاني المرجع الأعلى من تخب شخصا إلا وكان سيئا ما جاءت هذه المرجعية بشيء إلا وكان فاسدا الفساد والضلال ينخرها من جميع اتجاهاتها ما اختار رئيسه وزراء إلا وجاءنا فاسدا ما اختار معمما في مسئولية من المسئوليات إلا وظهر فساده وانتشرت رائحته الكريهة ما أسس مؤسسة إلا وكانت مؤسسة فاسدة هذا هو الواقع الموجود على الأرض ويبصره عيوب الدنيا لو كان متبصرا بعيوب الدنيا ودائها ودوائها فهل سيكون الحال هكذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني هذا هو حال الذين ماتوا وحال الباقين من الأحياء وحال الذين يقفون في صف الانتظار ينتظرون موت السيستاني يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام الكلام واضح والأحاديث تشرح بعضها بعضا نذهب إلى فاصل وإلى الشاشة السادسة سأبدأ معكم في الشاشة السادسة من هنا كشف المحج لثمرة المهجة لابن طاوس الوصية التي كتبها ابن طاوس لولده ابن طاوس متوفى سنة ستمية واربعة وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة بوستان كتاب إنها الطبعة الثالثة 1430 هجري قمري إيران صفحة 211 ابن طاوس ينقل لنا رواية عن كتاب الرسائل للكلين الكتاب ليس موجودا في أيامنا كان موجودا في أيام ابن طاوس فنقل هذه الرواية عن كتاب الرسائل للكلين مؤلف الكاف الكلين ينقل عن بعض أصحاب إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه من أنه كتب إلى الإمام الهادي هكذا يقول كتبت إلى أبي الحسني عليه السلام إنه إمامنا الهادي إن الرجل يجب أن يفضي إلى إمامه وفي بعض النسخ يحب أن يفضي إلى إمامه عنده شيء يريد أن يعرف الجواب عليه عنده مشكلة إن الرجل يجب أن يفضي إلى إمامه هناك أمر واجب يحتاج هذا الشيعي أن يتواصل مع إمامه إن الرجل يجب أن يفضي إلى إمامه ما يجب أن يفضي به إلى ربه قال فكتب كتب في جواب هذا السؤال إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك حرك شفتيك أي توجه إلى إمام زمانك وكلمه ناجي إمام زمانك قطعا هذا الكلام لن يكون مناسبا لجميع الشيعة هذا الكلام يكون مناسبا لخواص الشيعة لأولئك المفهمين لأولئك الذين يقيضهم الإمام المعصوم لعوام الشيعة المخلصين الزهرائيين لا مانع أن يكون للجميع ولكن هناك مراتب وهناك نظام وهناك حكمة في وصول الفيض وإنما يصل الفيض إلى مستحقه بحسب وعائه يا كميل يا كميل إن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها والناس ثلاثة عالم رباني هو الإمام ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع أعلى مراتب المتعلمين على سبيل النجاة هم الذين يستحقون هذا العطاء وهذا الفيض الحكمة هكذا تقتضي كتبت إلى أبي الحسني إنه إمامنا الهادي صلوات الله عليه إن الرجل يجب أن يفضي إلى إمامه ما يجب أن يفضي به إلى ربه فكتب الإمام الهادي إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك فإن الجواب يأتيك بأسلوب جلي بأسلوب خفي سيأتي الجواب وماذا نقرأ أيضا في الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي وهذا هو الجزء الأول من الخرائج والجرائح من طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة وصاحب الخرائج والجرائح قطب الدين الراوندي متوفى سنة خمسمائة وثلاثة وسبعين للهجرة صفحة أربعمية وتسعة إنه الحديث الثاني والعشرون عن محمد بن الفرج أيضا عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه الإمام الهادي يقول لمحمد بن الفرج وهو من أصحابه إذا أردت أن تسأل مسألة فاكتبها وضع الكتاب تحت مصلاك ودعه ساعة ثم أخرجه وانظر فيه قال ففعلت فوجدت جواب ما سألت عن موقعا فيه موقعا فيه الكتابة من قبل إمامنا الهادي هذه المضامين هذه المضامين تنقل عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه لأن الإمام الهادي بدأ يرب الشيعة على ما سيكون من شؤون في زمان الغيبة المهدوية وبدايات تربية الشيعة فعلا بدأت منذ زمان إمامنا الجواد الإمام الجواد بدأ يمهد لهذا الأمر إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه رسم لنا أمورا كثيرة ترتبط بشؤون زمان الغيبة المهدوية من جملتها هذه اللقطات التي تلوتها عليكم فالإمام الهادي يريد أن يقول لنا من أن التواصل مع الإمام المعصوم له طريق وطريق وطريق لكن هناك شرط لابد أن نكون صادقين ومخلصين في التوجه إليه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ومرت الأحاديث علينا قبل قليل من أن الزهرائية المهدوية الصادقة المخلصة سيكون مفهمان سيكون مفقهان سيكون مبصرا بعيوب نفسه وبعيوب الدنيا وبدائها ودوائها سيمنح سيمنح الحكمة وستتفجر ينابيع الحكمة في قلبه وسينطلق لسانه بها هذه مضامين كلماته إنها منظومة حديثية قرآنية مع أدعيتها وزياراتها منظومة متكاملة من جميع جهاتها وهذا هو نهج البلاغة الشريف هذه الخطبة الخمسون بعد المئة في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان وهذا الكلام كرارا مرارا قرأته عليكم ونحن بحاجة إلى أن نقرأه دائما كي نتذكر أن إمام زماننا ما جفانا نحن الذين جفونا إمام زماننا طريقه مفتوح فيضه واصل إلينا لكن قطاع الطرق من البتريين اللعناء هم الذين قطعوا الطريق فيما بين شيعة وبين إمام زمانه أمير المؤمنين في كلماته هذه يقول وهو يتحدث عن إمام زماننا من أنه في سترة عن الناس هو غائب عن الناس لا تراه الأبصار في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرا ما هي بغيبة العنوان إنها غيبة الشخص لا يبصر القائف أثرا القائف الذي يمتلك خبرة في تتبع الآثار في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرا ولو تابع نظرا هنا 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 سيبدأ الفعل المهدوي هنا هنا تتجلى الصناعة المهدوية للزهرائيين للزهرائيين الحقيقيين وليس للذين يلقلقون بألسنتهم ثم ليشحذن فيها قوم هذه عملية صناعة الزهرائيين عملية الشحذ مثلما قربت لكم المعنى في حلقة يوم أمس عملية نحت الرجال عملية شحذ السيوف هي عملية نحت للسيوف ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل القين هو الحداد مثلما ينحت الحداد السيف ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل كيف يكون ذلك ما هي طريقة صناعة الزهرائيين من قبل إمام زماننا تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصباح يغبقون عند المساء وعند الصباح كؤوس الحكمة تصل إليهم إنها كؤوس الحكمة الزهرائية المهدوية هذا ما هو كلامي هذا كلام أمير المؤمنين هذا تمهيد من أمير المؤمنين للعقل الشيعي كيف يتعامل مع إمام زمانه لكن القوم في النجف قالوا لنا بأن النصوص في نهج البلاغة ضعيفة الأساني ضعيفة الأساني فماذا نصنع لهؤلاء البتريين اللعناء طبقوا هذه المضامين على هؤلاء البتريين هل تنطبق عليهم ماذا كتبوا في تفاسيرهم وماذا يذكرون على منابرهم حينما يفسرون القرآن هل يفسرون القرآن وفقا لهذه الصناعة الزهرائية المهدوية أم أنهم يأتونكم بالهراء والخراء من كل مكان ولا يفقهون ولا يفقهون شيئا من حقائق تفسير العترة الطاهرة وإذا ما ذكروا حديثا لا يعرفون معناه ومضمونة هذا هو الواقع الشيعي الذي قلت لكم بأن النصوص التي سأتلوها عليكم في حلقة يوم أمس وهذه الحلقة تخبركم بأن واقعنا الشيعية لا علاقة له بدين العترة ولا علاقة له بإمام زماننا بدرجة مئة بالمئة ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين الناصر تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هنيئا لهم يشربون كؤوس الحكمة الزهرائية المهدوية صباحا ومساء هؤلاء هم الذين يصدقوا في حقهم ما جاء في أحاديث العترة من أنهم يتوقعون الفرج صباحا ومساء الفرج في صلتهم بإمام زمانهم هذا هو الفرج الحقيقي وإلا ما معنى أن ندرك الفرج أن ندرك ظهور إمام زماننا ونحن نملك عقولا مستدبرة ونملك قلوبا مستدبرة لا تفقه شيئا في معرفة إمام زمانها كمال الدين وإتمام النعم للصدوق هذا هو الجزء الأول والطبعة طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة التاسعة والسبعين بعد الأربعمائة هذا الحديث مرارا وكرارا 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 أقرأه عليكم حدثنا أبو خالد الكابلي عن إمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه إن أهل زمان غيبته الإمام السجاد يقول لأبي خالد يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته الحديث عن إمام زماننا الحجة بن الحسن يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة العطاء العطاء من إمام زماننا نحن هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم أولياء النعم فكل النعم التي تأتينا من الله تأتي من خلالهم فما شيء منا كما نقرأ في زيارة الندبة لا أتحدث عن دعاء الندبة عن زيارة الندبة وهي من الزيارات الواردة من الناحية المقدسة فما شيء منا إلا وأنتم له السبب نخاطبهم صلوات الله عليه بنحو عام ونخاطب إمام زماننا بنحو خاص فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل إنهم أولياء النعم يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة مفهمان مفقهان مزهدا في الدنيا مبصرا بعيوبها ودائها ودوائها يسقى بكؤوس الحكمة الزهرائية المهدوية صباحا ومساء هؤلاء همو همو لكن مراتبهم مختلفة هم ليسوا في مرتبة واحد ففي كل حديث من الأحاديث التي تلوتها عليكم هناك إشارات إلى المراتب الكثيرة وإلى الدرجات المختلفة والتي تكون على أساس اختلاف مراتب عقولهم واختلاف مراتب معرفتهم واختلاف صفائنياتهم لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هؤلاء هم الزهرائيون هؤلاء هم الذين يصدعون بالحق ولا يبالون بفلان من المراجع أو بفلان من السياسيين أو بتلك الجهة أو بذلك الحزب أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هؤلاء هم هم الذين يتحدث عنهم إمام زماننا في توقيع إسحاق بن يعقوب وأما الحوادث الواقعة يا أيها الشيعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا الذين يتصفون بهذه الأوصاف لهؤلاء الجهال الذين تقولون عنهم بأنهم آيات الله العظمى مجموعة من الجهال إنني أتحدث عن جهلهم بمعارف الكتاب والعترة لا شأن لي بهم إذا كانوا يعرفون شيئا من الثقافة أو من العلوم المختلفة من علوم النواصب أو من علوم الدنيا إنني أصفهم بأنهم جهال جهال في معرفة إمام زمانه واقعهم هو الذي يشهد بهذا كتبهم هي التي تشهد بهذا فضائياتهم هي التي تشهد بهذا قارنوا بين هذه الحقائق وبين ما يعلمونكم إياه ستعرفون من أن القوم جهال لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا الذين يتصفون بهذه الأوصاف إلى رواة حديثنا المفهمين لأن الأئمة لا يرجعون الشيعة إلى رواة الأحاديث ما لم يكونوا مفهمين فإن لا نعد الفقيه منهم فقيهان حتى يكون محدثا من رواة الحديث فقيل أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث الإمام هنا يرجع الشيعة إلى هؤلاء وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم مجرد أن يكون الإنسان راوية حديث ما هو بحجة ما هو بحجة إنني أتحدث عن هذه الحجية لا أتحدث عن حجية بحدود خبرته لأنه صاحب اختصاص الطبيب حجة أيضا في مجاله والمهندس حجة أيضا في مجاله راوية الحديث هو الآخر حجة في مجاله كحجية الطبيب والمهندس الإمام يتحدث هنا عن حجية متفرعة عن حجيته فلا يعطي الحجية إلا إلى أولئك الذين يكونون مفهمين تفهمون هذه الحقائق أولا هذا هو دين العترة طبقوا هذا على الواقع الشيعي الواقع الشيعي لا يشبه هذا الواقع الذي يتحدث عنه أئمتنا نحن في عالم آخر وإمام زماننا في عالم آخر يختلف عن عالمنا ولذا فإنه يكره عالمنا ويكره واقعنا وقد قرأت ذلك عليكم من الرسالة الثانية التي وجهها إلى المفيد في حلقة يوم أمس وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدة إمامنا موجود الطريق إليه مفتوح لكننا سلكنا في طريق آخر شرط الدخول في هذا الطريق هو الإخلاص لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه هذا هو الذي يستطيع أن يسير في طريق إمام زمانه من عوام الشيعة فإن الإمام سيقيض له فقيها مؤمنا مفهما تتفجر ينابيع الحكمة في قلبه على لسانه هل يوجد مثل هذا في حوزة النجف أو كربلاء هل يوجد في واقعنا الشيعي شيء يشابه هذا لا يوجد شيء يشابه هذا ولذا كما قلت لكم نحن المتكلم وأنتم الواقع الشيعي بعيد بعيد جدا عن إمام زماننا لأننا اتبعنا أولئك الأوباش أولئك البتريين الطوسيين فأخذونا في متاهتهم وتضاعف وتضاعف تيهنا مثل ما أخبرنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذا تنتهي الشاشة السادسة حاولوا أن تجمعوا بين هذه الحقائق وتابعوا الإعادات كي تصلوا إلى نتيجة واضحة سليمة بأنفسكم دعوكم مني ودعوكم مما أعتقد ومما أقول ومما يقال عني نذهب إلى فاصل الشاشة السابعة إنها جولة سريعة بين لقطات قرآنية كي تطلعوا وتعرف من أن المضامين التي تقدمت في الشاشات المتعددة التي عرضتها بين أيديكم تظهر معالمها واضحة في الكتاب الكريم وأبدأ من هنا من الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران أذهب إلى موطن الحاجة من الآية الكريمة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لا أريد أن أتناول مضمون الآية بكاملها طلباً للإختصار والإيجاز لأنها لقطات سريعة ومضات خاطفة ولقد أطلت الكلام كثيراً في هذه الآية في برامج المختلفة السابقة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية واضحة وهذه اللقطة واضحة من أننا إذا أردنا أن نعرف الحقيقة فلا بد أن نعود إلى الراسخين في العلم لأننا لا نملك طريقاً إلى الله وما يعلم تأويله حقيقته التأويل العودة إلى أول الشيء إلى أصله وما يعلم تأويله وما يعلم أصله وأوله وحقيقته إلا الله والراسخون في العلم الطريق إلى الله بالنسبة إلينا مسدود وإذا كان من مدع يدعي أن الطريق مفتوح إلى الله فأين هو فأين هو الطريق وإذا كان الطريق مفتوحاً فلماذا يبنى دينكم على الظنون الطريق إلى الله مسدود طريقنا إلى الله محمد وآل محمد وهؤلاء هم الراسخون في العلم فإذا أردنا العلم فإن العلم يؤخذ منها هنا مثل ما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه فليشرق الحسن البصري واليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا ويشير إلى صدره الشريف فليشرق فليشرق الحسن البصري واليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا إلا من محمد وآل محمد إلا من علي وآل علي إلا من فاطمة وآل فاطمة فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا إلا من الناحية المقدسة إلا من إمام زماننا ومرت الأحاديث علينا صريحة في بيان هذه الحقيقة لا يمكن أن القرآن يخبرنا بأن العلم لا يكون إلا عند هؤلاء ولا يكون هناك من طريق للوصول إلى هذا العلم فإذا كانت الظروف السياسية والاجتماعية والتأريخية والدينية جعلتنا في زمان الغيبة فإن الإمام هو الذي سيقبل علينا نحن لسنا قادرين أن نقبل عليه إنما نقبل عليه بإخلاصنا ونياتنا نقبل عليه بمناجاتنا وتوسلاتنا هو الذي يقبل علينا بفيضه وألطافه ونفحاته فلا يمكن أن يكون العلم محصورا في هؤلاء والقرآن نفسه يمنعنا من العمل بالظنون ولا يوجد طريق إلى هذا الحلم القرآن هو الذي يرفض الظنون وخصوصا في الجانب الديني ماذا نقرأ في سورة النجم والحديث في الشأن الديني في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة من سورة النجم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى هذا شأن ديني شأن عقائدي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة من عرب الجاهلية وغيرهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ماذا يقول القرآن وما لهم به من علم الدين يبنى على العلم لا يبنى على الظنون والأوهام وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن هؤلاء يبنون عقيدتهم في الملائكة على الظنون وليس على العلم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الكلام هو الكلام وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم العلم عند هؤلاء عند الراسخين في العلم عند محمد وآل محمد صلوات الله عليهم والدين لا بد أن يكون مبنيا على علم لا بد أن يصل علمهم إلينا لا بد أن يصل علمهم إلينا فعلم إمام زماننا يصل إلينا ومرت الأحاديث تخبرنا عن هذه الحقيقة نحن إذا ما ذهبنا إلى سورة النساء وإلى الآية الثانية والثمانين بعد البسملة والتي بعدها أفلا يتدبرون القرآن الآية السابقة تحدثت عن تأويله ومن أن الراسخين في العلم هم الذين يحيطون علما بتأويله ولا يوجد أحد من الآدمين أو من الملائكة أيضا أو من الجن يحيط علما بتأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والسياق مستمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هموا هموا الراسخون في العلم تدبروا في هذه الآيات أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا التدبر لا بد أن يكون وفقا لحكمة قرآنية وهذه الحكمة القرآنية لا يعرفها إلا هم إلا الراسخون في العلم الذين يجب علينا أن نطيعهم إذا ما أخبرونا بعلمهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هؤلاء هموا هموا الذين ذكروا في الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النساء يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الخطاب للذين آمَنُوا ماذا يريد الله من الذين آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ هُمُوا هُمُوا الجهة واحدة هم الراسخون في العلم الذين يعلمون حقيقة القرآن وهم أولو الأمر الذين ذكروا مع رسول الله هم الذين يستنبطون حقائق القرآن هموا هموا الذين قرنوا طاعتهم بطاعة رسول الله وطاعة الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ في سورة النساء نفسها في الآية الرابعة والستين بعد البسملة وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ يَا عَلِي فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لأن الخطاب ليس لرسول الله لو كان الخطاب لرسول الله وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ يَا عَلِيُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لو كان الخطاب لرسول الله لقالت الآية وَاسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ هذا الكلام ما هو من عندي هذا تفسيرهم لقرآنه هذا لعنة على تفاسير السقيفتين أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ يَا عَلِيُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما فمثلما نأخذ العلم من الراسخين في العلم نعود إليهم في شؤون الأمن والخوف كي يستنبط لنا الحقيقة الواضحة وعلينا أن نطيعهم في كل صغيرة وكبيرة وإذا أردنا أن نستغفر وأن نتوب وأن نتطهر من ذنوبنا علينا أن نعود إليهم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ جَاءُوكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فَهَلْ سَيَكُونُ الطَّرِيقُ مَسْدُودًا وَالْمَغْفِرَةُ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَجِيئِ إِلَيْهِ نحن ذهبنا باتجاه آخر وعلمتنا السقيفة بني طوسي على أن نستغفر الله من دون أن نستحضر المعصوم مثلما يستغفر الأعراب في سقيفة بني ساعد ما هو الفارق إذن بيننا وبينهم لماذا نقول في بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله إذا كان دينه أتحدث عن أمير المؤمنين كدينهم كذلك الدين الأعرابي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول بعد أن يجيءوا إليك الآية واضحة لوجدوا الله توابا رحيما نذهب إلى فاصل وفي المجرى نفسه ما هو منطق واحد منطق القرآن ومنطق العترة منطق واحد وفي المجرى نفسه في الآية الثالثة بعد المئة من سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ليست الأموال ليست الأموال هي التي تطهرهم لو أنهم ينفقونها من دون الرجوع إلى رسول الله لا تطهرهم ولا تزكيهم الحقيقية والزكاة الحقيقية هي من رسول الله صلى الله عليه وآله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له هذا هو الدين الدين لا يؤخذ إلا من محمد وآل محمد هذا هو الدين مثلما الاستغفار لا يكون استغفارا إلا باللجوء إلى باب إمام زماننا إذا كنا نطلب التطهر والتزكي فعلينا أن نقصد إمام زماننا لا أن نذهب إلى هؤلاء اللصوص الذين يسرقون أموال الشيعة تحت عنوان الخمس ويقولون للشيعة من أن أموال الخمس ما دامت عندهم عند الشيعة فهي أموال الإمام ولكن إذا انتقلت إلى جيوب المراجعي وجيوب أولادهم وأصارهم صارت مالا مجهولة المالك معجزة طوسية مرجعية نجفية كربلائية من الطراز الأول من أموال معلومة المالك حينما تكون عند الشيعي تتحول إلى أموال مجهولة المالك حينما تتحول إلى المرجع فكيف يقول من أنه نائب صاحب الزمان إذا كان نائبا لصاحب الزمان كيف تحول مال صاحب الزمان إلى مال مجول المالك هذه هي المسخرة المرجعية الفتوائية النجفية الكربلائية وأنتم مضحكة يا أيها الشيعة مضحكة ومسخرة الذي يطهر ويزكي هو الإمام المعصوم فقط وفقط خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وفي سورة نفسها في سورة نفسها في سورة التوبة إنها الآية الرابعة والسبعون هو ليس محتاجا لأموالهم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله الغني المغني هو الله ورسوله أيضا بحسب القرآن هو الغني المغني وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فالإغناء جاء من هذه الجيعة جاء من الله ومن رسوله وما يأتي من رسوله يأتي من آل رسوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن أول الراسخين في العلم محمد والذين معه بنفس الدرجة آله الأطهار وهو الذي يستنبط حقائق الدين والدنيا وآله كذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما قالت الآية وأطيعوا أولي الأمر منكم وإنما جعلت طاعتهم وطاعة رسول الله واحد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله الطاعة الأصل هي لله ولكنها في عالمنا الدنيوي كيف تتحققوا تتحققوا بالطاعة لرسول الله ولآل رسول الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فالإغناء أيضا من الله ومن رسوله وآل رسوله ومن أولي الأمر مننا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وفي السورة نفسها في الآية التاسعة والخمسين من سورة التوبة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون سيؤتين الله من فضله ورسوله في سورة يونس في الآية الثامنة والخمسين بعد البسملة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون في تفسير القم في جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة بعد المئتين الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ثم قال ثم قال قال الله في قرآنه قل لهم يا محمد بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الفضل رسول الله ورحمته أمير المؤمنين فبذلك فليفرحوا قال فليفرح شيعتنا هو خير مما أعطوا أعداؤنا من الذهب والفضة الفضل في القرآن محمد وآل محمد والرحمة في القرآن محمد وآل محمد والغنى والإغناء في القرآن محمد وآل محمد بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الفضل رسول الله ورحمته أمير المؤمنين فبذلك فليفرحوا قال فليفرح شيعتنا هو خير مما أعطوا أعداؤنا من الذهب والفضة المدار في جميع الاتجاهات في آيات الكتاب أن نعود إليهم ابتداء من العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وانتهاءا بكل شأن من شؤون حياتنا الدينية والدنيوية وما هذه الآيات إلا نماذج قلت لكم إنني أجمع في هذه الشاشات لقطات ومضات خاطفة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فضل الله رسول الله ورحمة الله أمير المؤمنين فضل الله هو رسول الله وهو أمير المؤمنين ورحمة الله رسول الله وأمير المؤمنين لكن الآيات تأتي ناظرة إلى جهة من الجهات وإلى حيثية من الحيثيات وإلا فإن الفضل محمد وآل محمد بأجمعهم من أولهم إلى آخرهم وإن الرحمة محمد وآل محمد بأجمعهم من أولهم إلى آخرهم وما كان لأولهم فهو لآخرهم هذه قاعدة الاعتقاد بالأئمة المعصومين الأربعة عشر ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم ونحن نؤمن بأولهم وآخرهم وظاهرهم وباطنهم وشاهدهم وغائبهم أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد أولهم علي أوسطهم علي آخرهم علي كلهم علي أولهم فاطمة محمد هو الذي يقول فاطمة روح التي بين جنبي وروحه حقيقته أولهم فاطمة أوسطهم فاطمة آخرهم فاطمة كلهم فاطمة هؤلاء هم أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هذا هو الفرح الفرح الحقيقي أن نكون مع محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وهذا هو الذي نقرأه في زيارة الصديقة الكبرى إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان نخاطب الصديقة الكبرى وزعمنا أنا لك أولياء يا أم الحسن والحسين وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما ماذا يقول القرآن بتصديقنا الزهرائية الزهرائية لنبشر أنفسنا بشرها البشرى علامة الفرح لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء يا زهراء يا زهراء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون فليجمعوا الدنيا وليفرحوا بها فرحنا بالحجة ابن الحسن والحجة ابن الحسن هو فرحة الزهراء التاسع من ربيع الأول فرحة الزهراء إنه اليوم الأول بنحو رسمي وإلا فإمامة إمام زماننا لا تحسب بهذا الحساب لكنها بحساب المناسبات الزمانية الدنيوية اليوم التاسع هو اليوم الأول الرسمي من إمامة إمام زماننا الحجة ابن الحسن لأن الإمام الحسن العسكرية استشهد في اليوم الثامن من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون فإنا نسألك يا أم الحسن والحسين إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بتصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء لا زال الحديث متواصلا نكمل الحديث يوم غد إن شاء الله تعالى على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر